وانت بتتابع كل ما يحدث في هذه الحرب إذا صح التعبير قد يظن الظان أن هناك العالم مقبل على حرب عالمية كبرى تبقى الحرب العالمية التالتة فيش حاجة اسمها حرب عالمية تالتة بالمناسبة لأسباب عدة يعني أولاً وإحنا بنشرح ده فأنا كل اللي بشرحولك هو الوضع القائم يعني إحنا بنتكلم على إيه آه بص بقى دي خريطة جميلة جداً بقى فكريني أكملك الشرح بنراح علي علشان المسألة خريطة لما كبرت أنا شخصياً نتخضيت استونيا في شمال روسيا أدي روسيا موسكو عند حضرتك بص بقى على الدول التي يعني اللي بتحيط بأوكرانيا عاملة إزاي إحنا عندنا روسيا قدرت أنها تضع حوالي 76 مجموعة من الكتائب التكتيكية كويس يعني قوات روسية محضة من أصل 168 مجموعة وزعتهم حول أوكرانيا بحيث أنه يتم خنق أوكرانيا عسكرياً إذا حبيت أنك توصفها بهذا الشكل 66 مجموعة من الكتائب التكتيكية وحدات بقى من الجيش عناصر بتشمل موشا ميكانيكي هتلاقي فيه كتائب دبابات ومدفعية أنظمة دفاعات مضادة للطائرات وحدات دعم متوسط تقريباً حوالي 200 عنصر في كل مجموعة جنود مجموعات الكتيبة التكتيكية تقريباً بيقدروا بحوالي 46 ألف وربعمائة عنصر مجموعة الداعمين تقريباً 11 ألف وستمائة عنصر داعم في منطقة الدونباس بالتحديد القوات الروسية زائد القوات الانفصالية تشكل تقريباً عددها حوالي 42 ألف عنصر عسكري مسلح مجموعة القوات الروسية حول أوكرانيا في بيلاروسيا والدونباس 100 ألف جندي روسي أو بيلاروسي يعني المنطقة اللي هنا دي الحتة بتاعة إقليم الدونباس زائد بيلاروسي دل واحدهم 100 ألف غير بقية القوات اللي بيتم استخدامها عشان هو قف حتة عشان يبقى النور بالنسبة لك واضح وانت ببص على الخريطة دا لانا كنت بشرحولك بحر أزوف البحر الأبيض المتوسط هنا البحر أسف الأسود هنا بعد كده بتلاقي دي هنا تركيا وبطبيعة الحال من البحر الأسود إلى تركيا أي المياه الدافئة في هذا البحر بعد كده بقيت انت عندك بقى قدامك تركيا واليونان وقتينا في الجنوب من ده هيبقى فيه بدءا من تركيا لسوريا للبنان لفلسطين لمصر إلى آخره أي كل جنوب منطقة المتوسط مرورا إلى غرب المتوسط فتذهب بقى الحاد المنطقة بتاعة شبه الجزيرة الإيطالية أي إيطاليا ذهابا إلى أسبانيا ثم إلى مضيق جبل طارق الطبيعي في الحالات اللي زي كده أن روسيا لن تتخلى أبدا تحت أي ظرف من الظروف عن وضعها العسكري الحالي هنا مش منتكلم عن الوضع العسكري الحالي أي تمركزاتها داخل أوكرانيا واستمرار القصف لا الوضع العسكري الحالي أي سيطرتها على بحر أزوف زائد البحر الأسود ومن ثم الدخول إلى البحر المتوسط أو المياه الدافئة روسيا بتقول إحنا مستعدين طول الوقت لا أن إحنا نجلس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الأوكراني زيلانسكي إلا أنه زيلانسكي يصر طول الوقت على عدم قبول أي شكل من أشكال المفاوضات مع روسيا زي ما كنت بقولك في الأول اللي حصل أنه أصبح كمان العالم كل ما يستطيع القيام بي حتى هذه اللحظة أو كل ما قام به العالم حتى هذه اللحظة هو مد الأوكرانيين بالسلاح أو بالخبرات يجوز أو بالعتاد والزخائر إلى آخره وأكتر من دولة من دول حلف شمال الأطلسي أعلنت ذلك صراحة إلا أنه لم تتورت أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادي فييجي هنا سؤال حضرتك تقعد تطرح عشان كده أنا بقولك إيه هو مفيش حروب عالمية جديدة مفيش حاجة اسمها الحرب العالمية التالتة مفيش حاجة اسمها صراعات لقوة العظمة إن حدث شيء فهو هيبقى بنفس ذات الشكل